السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دز وقصة جديدة حبايب قلبي وربي مرة أشكركم على الدعم الاسطوري اللي دعمتونيان الله يعطيكم العافية خلال أسبوع واحد وصلنا لأكثر من خمسة آلاف مشترك وربي إنكم أساطير لب قلوبكم يا شيخ انتو كلكم تاج راسي وانتو أحبكم والله أقسم بالله انتو رهيبين انتو ما في زيكم واحد واحد لكم قلب ولايك واحد واحد الله يعطيكم العافية شكرا شكرا بحجم السماء لمتابعيني في التك توك الله يعطيكم ألف عافية ما قصرتهم وبإذن الله وعد مني القادم بيكون أجمل وأقوى بإذن الله تعالى حبايبي دز طالبكم توصلوني خمسة آلاف متابع في الانستجرام الانستجرام يوتيوب تيك توك تويتر كل مواقع التواصل الاجتماعي وسناب شات كلها تكتب دز 300 دي زد زد 300 أعرضو أطلع لك حتلاقيني قدامك سوي الاشتراك أعطيني كومنت وقلب لا بعد قلب انتو ياه وعلى فكرة حسابي في الانستجرام فيه كل القصص كاملة وأنزل فيه بعض من يومياتي وبعض من الأفكار الجديدة اللي أحب أطرحها في القناة بسم الله نبدأ القصة قصة من قصص القرآن تكررت في القرآن مرة كثير ذكرها الله تعالى في القرآن في كذا موضع فيها عبر وأعجيب طيب القصة إيش أحكامها وإيش عجائبها إحنا اليوم بنتكلم عن موسى عليه السلام وموسى الآخر اللي هو السامري إيش هي قصة السامري وإيش هو العجل اللي عبدوا بني إسرائيل وإيش هو سر قول السامري لا مساس لا مساس وكيف السامري ألقى قبضته من أثر الرسول فتأثر بها العجل وإيش كان فعل موسى عليه السلام لما شاف قومه يعبدوا العجل تعالوا اليوم نعيش قصة موسى عليه السلام والسامري من هو السامري وإيش معنا قول الله تعالى لما قل موسى عليه السلام مخاطب للسامري فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس هنتكلم عن السامري وعبادة قوم موسى للعجل وإيش معنى عبدوا العجل؟ ليه ما أصوروا بصورة ثانية؟ طيب عشان نفهم القصة أول شيء هنتكلم عن موسى عليه السلام موسى عليه السلام ولد في عصر فرعون فرعون كان يقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم زي ما ذكر الله في القرآن الكريم فرعون شاف رؤية في المنام إنه ملكه يزول على يد واحد من بني إسرائيل منهم ما بنوا إسرائيل إسرائيل هو يعقوب عليه السلام ويعقوب عليه السلام جاء من فلسطين إلى مصر لأن أصلا يعقوب عليه السلام هو أبو من الأنبياء أبو يوسف عليه السلام ويوسف عليه السلام كان مع أبوه لما مكروا فيه أخوانه ورموه في البير وجاء رجل من أهل مصر وحمل يوسف وداه لمصر بعد كده يوسف عليه السلام صار له شأن ومكانة عظيمة في مصر ووقتها دعا قومه يعني جاب قومه وأبوه وأهله وأخوانه إلى مصر وسكنوا معاه في مصر فتناسى الأبناء يعقوب وأصبحوا يسكنوا مصر بنوا إسرائيل اللي سكنوا مصر كان بينهم وبين المصريين الأصليين عداوة فرعون من المصريين وجو بني إسرائيل وسكنوا في مصر وكثروا فصار فرعون زي ما قال الله تعالى في كتابه الكريم يستحيي نساءهم يعني يستعبدهم ويقتل أبناؤهم يقتل كل الأطفال وكل الذكور الحين نرجع لموسى عليه السلام موسى عليه السلام ولد في الوقت اللي كان فرعون يقتل فيه الأطفال كان يقتلهم سنة ويتركهم سنة أمه لما خافت عليه وضعته في التابوت وألقته في اليم لحكمة أرادها الله ساقه التابوت من اليم إلى بيت فرعون ورباه فرعون حتى كبر موسى عليه السلام وبعدين موسى صار يدعو فرعون لما جاء موسى الفرعون قال له فرعون أعطيني آية أبغى دليل يدل أنك أنت نبي فألقى عصاه موسى موسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا هي حية تأكل جميع الثعابين طبعا جميع الثعابين حق السحرة لأنهم كلهم رموا عصيهم فتحولت إلى ثعابين موسى عليه السلام لما رمها عصاه تحول إلى ثعبان مبين ثعبان كبير فالتقم كل الثعابين هذه برضو فرعون ما صدق إنه هذه تكون معجزة وهذا الدليل على نبوة موسى عليه السلام فإيش سوى موسى عليه السلام؟ دخل يده في جيبه طبعا موسى عليه السلام كان أسمر البشرة دخل يده في جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين يعني دخل يده في جيبه وخرجها فإذا هي بيضاء ناصعة البيض وموسى عليه السلام كان رجل آدم وآدم بمعنى فيه سمرة بشرة سمرة فاستكبر فرعون وظل على طغيانه هذه معجزة موسى أسمر البشرة الله خلقه أسمر ولما دخل يده في جيبه وطلعها طلعت بيضة الله خلقها سمرة وجعلها بيضاء معجزة ودليل على نبوة موسى عليه السلام وقتها جميع السحرة خروا ساجدين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صدقوا بالمعجزة صدقوا بالدليل فرعون ما صدق صار يهدد كيف تؤمنوا قبل ما أنا أذلكم وقام يتهم موسى ويتهم السحرة اللي سجدوا يقول لهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون وصار يهدد وتوعد لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف يعني يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى هذا معناته من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى صار يهدد وتوعد ويدعي الألوهية أي جبروت وأي طغيان لكن السحر الموجودين بدأوا يثبتوا ومع ذلك قتلهم يقول ابن عباس رضي الله عنهما عن سحرة فرعون كانوا في أول النهار سحر فجرة وصاروا في آخر النهار شهداء بررة شفتوا كيف تقلب القلوب شفتوا كيف أن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء من ساحر وكافر ويعبد فرعون إلى مؤمن ويعبد رب واحد رب موسى وهارون الله فكل شيء الله قدير عشان كذا دائما نحرص أن نقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك موسى عليه السلام أمر الله وقال أن أسري بعبادي إنكم متبعون معنى أن أسري من الإسراء مثلا لما يقول لك واحد ما رأيك نسري؟ معناتها المشي أو نذهب والإسراء هو المشي في الليل فالله تعالى قال لي موسى عليه السلام فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون هذا دليل إن الإسراء دائما في الليل مثل قصة الإسراء والمعراج لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ليل موسى عليه السلام جمع كل بني إسرائيل وفرء بهم ونجو من البحر ومن فرعون طبعا لو حبينا تكلم عن معجزات موسى عليه السلام وكيف كانت طريقة انشقاق البحر وإيش العجائب اللي صارت في هذه الأحداث بإذن الله نتكلم عنها في الحلقات القادمة لكن الآن بني تكلم بشكل مختصر عن قصة موسى عليه السلام والسامري لما نجو موسى وبني إسرائيل من فرعون قال موسى عليه السلام لقومه إني ذاهب إلى ربي يعني أنا سأذهب إلى موضع أكلم فيه ربي قبل ما يروح قال أخوه هارون أخلفني وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين يعني أنت يا هارون مسؤول عن قومي في غيابي أنت الخليفة من بعدي طيب؟ طيب فمضى موسى عليه السلام كما قال الله عز وجل وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم مقات ربه أربعين ليلة معنى هذا أن موسى عليه السلام لبث ثلاثين ليلة يصوم ولما جت الليلة الموعودة للقاء ربه أخذ موسى عليه السلام شيئا من الشجر وأكله عشان يطيب رائحة فمه ليكلمه الله فقال الله تعالى لموسى يا موسى ماذا أكلت؟ فقيل أن السامري رضع من هذه الضبعة وهي اللي ربته فلما يطاءها فرس جبريل عليه السلام أو جبريل عليه السلام فأخذ السامري هذا الطين وبقي معه فأمره الله بأن يتم الثلاثين ليلة بصيام عشر ليالي ترجمة نانسي قنقر